الناس منشغلة بالتغيير الوزاري بعد ما بدأنا نساه بقالنا 25 يوم والنهاردة قناة اكسترا نيوز قالت ان تم الانتهاء من التشكيل الوزاري والمحافظين ومراسم حلف اليمين هتبقى خلال ايام وقالوا ان تم الاستعانة بالكفاءات الوطنية والخبرات الدولية وان رئيس الوزراء المكلف دكتور مصطفى مدبولي اجرى اكتر من 65 لقاء واجتماع على مدار 25 يوم للوصول الى افضل تشكيل حكومي يتناسب مع حجم التحديات الحالية ده كلام كويس جدا لاخر دقيقة لما يطلع التغيير مش هنفتي انا من اول يوم لم ادخل في هذه اللعبة مين ماشي ومين جاي بسمع معلومات زي كل الناس ولكن ليست خبرا وانا وظفت ان اقول لكم الخبر حتى الان لم يعلن عن تشكيل وزاري اي حد يقولك مين قاعد ومين ماشي اعرف انه بيفتي لان هذه الشيء ستظل لاخر دقيقة الى ان يوافق السيد الرئيس ثم تعرض عرف برلمان كل شيء قابل للتغيير